بسم الله الرحمن الرحيم أتحدث اليوم كيف يمكن أن تتبنى ساعة البرمجة كمعلم نكتب في جوجل ساعة البرمجة ونقوم بالدخول إلى الرابط الأول نضغط على انضم إلينا ونقوم بكتابة بيانات المعلم ومدرسته بلد الحدث نقوم باختيار السعودية ونوع الحدث إذا كان في المدرسة أو إذا كان خارج المدرسة اسم المدرسة أو اسم المكان الذي يتبنى الحدث مكان الحدث بمعنى المدينة وهذا ما يجعل الحدث يظهر على الخريطة إذا كان لدي طريقة مميزة في تبني الحدث يمكن أن أضع هنا علامة صح وأكتب طريقتي في تبني الحدث المميزة وطبعا هذه الخيارات اختيارية وليست إجبارية إذا أردت الحصول على تحديثات خاصة بالموقع يمكن اختيار نعم من هنا نلاحظ هنا وجود ملاحظة مكتوبة من الموقع إذا تبنيت الحدث عدة مرات فأستخدم اسم وبريد إلكتروني مختلف في كل مرة أتبنى فيها هذا الحدث ثم أضغط على التسجيل وبهذا أكون قد سجلت مشاركتي ومساهمتي في ساعة البرمجة يمكن أن أشارك ذلك على تويتر أو فيسبوك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر